يعد المحيط العالمي مكانا ضخما جدا يمكن العثور فيها على الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام لن يدور حديثنا عن الأسماك والنبتات العادية بل عن العديد من القطع الأثرية والشذوذ والكنوز التي يمكن العثور عليها في بعض الأحيان وسط المحيط تماما أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة قوي عقلك سنخبركم اليوم في هذا المقطع عن أكثر عشرة أشياء غرابة تم العثور عليها وسط المحيط هيا بنا نبدأ 1- ليست أسماكا في فبراير عام 2019 ذهب فريق من الصيادين إلى البحر بحثا عن صيد كبير أبحر الرجال على متن قارب كبير وبدأوا في البحث عن مكان مناسب لصيد الأسماك وفجأة لاحظوا جسما غريبا في وسط المحيط إنها مخلوقات كبيرة تستريح في الماء والتي لا تشبه الأسماك تماما هذا الأمر أثار خوف الصيادين لأنهم لم يصادفوا شيئا كهذا من قبل ومع ذلك على الرغم من خوفهم فإنهم قرروا الاقتراب وعندما اصطدموا بهذه المخلوقات أدركوا أن هناك غزلانا في الماء إنه أمر لا يصدق حقا لأن الغزلان وفريق الصيادين كانوا بعيدا جدا عن الشاطئ ليس من الواضح بالضبط كيف وصلت هذه الغزلان إلى الماء ولماذا تم جرفهم بقوة هكذا بعيدا عن الشاطئ لكن هذه الأسئلة لم تزعج الصيادين لأنهم بدأوا على الفور في إنقاذ الحيوانات حيث قفز أحد الصيادين بحبل ووصل إلى غزال قريب فقام بربطه وتم سحبهما بمساعدة بقية الصيادين وفي وقت لاحق تم تنفيذ نفس العملية مع الغزال الثاني قبل بضع سنين رفع مؤسس أمازون جيف بيزوس من قطاع المحيط مكونات لمحركين صاروخيين من الترازي F1 من مركبة الفضاء أبولو 11 على متن تلك السفينة في عام 1969 وصل الأمريكيان نيل أرمسترونغ وباز ألترين إلى القمر وأصبح أول شخصين في التاريخ يصلان إلى سطح قمر طبيعي كانت المحركات الصاروخية موجودة في قاع المحيط الأطلسي منذ عام 1969 وخلال هذا الوقت كانت مغطاة بالصدأ والطمي هذا الاكتشاف المذهل مثير للاهتمام لعدة أسباب أولا نحن لا نجد كل يوم محركات صاروخية في قاع المحيط كما أن هذه المحركات مهمة من وجهة نظر التاريخ ثانيا تجدر الإشارة إلى جهود جيف بيزوس لأنه من ناحية قام بالتأكيد بعمل جيد وهذا بدوره أدخله التاريخ ومن ناحية أخرى فإن عملية تحديد موقع المحركات في قاع المحيط غير مجدية من الناحية المالية لهذا السبب يعتبره الكثير من الناس بلا فائدة لكن بيزوس لم يهتم لأنه فعل ما يريد قبل بضع سنين تم اكتشافه سفينة أثرية كبيرة في قاع البحر الأسود على بعد حوالي 80 كيلو مترا من ساحل بلغاريا والتي تقع على عمق حوالي 200 متر في أذى العمق لا يوجد أكسجن تقريبا ونتيجة لذلك تم الحفاظ على السفينة بشكل جيد تمكن العلماء من التعرف على الساري العمود الرئيسي الطويل الذي يدعم الشرع وكذلك على الدفة أو الأداة التي تستخدم للتحكم في السفن ومقاعد التجديف كما تمكنوا أيضا من حساب طول السفينة الذي بلغت 23 مترا الشيء الأكثر إثارة للاتمام في هذا الاكتشاف هو أن السفينة التي تم العثور عليها على الأرجح أقدم السفن التي تم العثور عليها على الإطلاق حيث أظهر تحليل الكربون المشاع أن عمر السفينة 2400 سنة عندما غادرت في رحلتها الأخيرة كان الفراعنة في ذلك الوقت لا يزالون يحكمون مصر وكانت روما عاصمة لدولة صغيرة وكان لا يزال هناك ألفاء عام قبل تأسيس نيويورك قال البروفيسور جون آدمس الباحث الرئيسي في مشروع الأثار البحرية للبحر الأسود إن السفينة تم الحفاظ عليها منذ زمن العالم الكلاسيكي لم يكن يصدقه أحد مطلقا ووفقا لما جاء على لسان العالم فإن هذا الاكتشاف سيغير فهمنا لبناء السفن والملاحة في العالم القديم كانت مدينة هيراكليون في السابق واحدة من أهم المدن في مصر لم تكن بعيدة عن مدينة الأسكندرية الحديثة وكانت نقطة مهمة استراتيجيا لمصر القديمة والتي كانت تسمى حتى بوابة الدخول إلى البلاد ازدهرت هيراكليون في القرون الأولى من وجودها لكن انتهى بها الأمر فيما بعد تحت الماء في خليج أبو قير على بعد كيلو مترين من ساحل الإسكندرية في مصر وحدث ذلك نتيجة لسلسلة من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والمد والجزر والفيضان بطريقة أو بأخرى لأكثر من 12 قرنا استقرت هيراكليون في قاع البحر حتى تم اكتشافها عام 2000 من قبل فريق من الباحثين بقيادة عالم الأثر الفرنسي فرانك جوديو من الجدير بالذكر أن هذا الاكتشاف أصبح استثنائيا ومهما جدا بالنسبة لعلم التاريخ الحديث لأنه منذ وقت سابق لم يذكر اسم هذه المدينة إلا في القتب المقدسة الكلاسيكية والكتابات القديمة ولم يكن هناك أي حقائق أو أدلة عن هيراكليون لم يتمكن فريق جوديو من العثور على أنقاد المدينة فحسب بل تمكن أيضا من العثور على العديد من القطع الأثرية المثيرة للاهتمام فعلى عمق 45 متر تحت سطح الماء تمكن الفريق من العثور على عملات ذهبية وتماثيل يبلغ طولها خمسة أمتار وبقايا أكثر من 64 سفينة ومن المثير للاهتمام أن هذه المدينة كانت في قاع البحر لعدة قرون لكن على الرغم من ذلك بقيت سليمة وتم الحفاظ عليها بشكل جيد 5- مكبرة الكطارات في قاع البحر أو المحيط يمكن العثور على حطام سفينة أو حتى أطلال مدينة بأكملها لكن ماذا عن الاكتشافات الأكثر إثارة للاهتمام مثل القطارات في الواقع يمكن العثور على قطارات حقيقية في قاع المحيط على وجه القصوص ساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية والذي لديه مكبرة فريدة للقطارات تحت الماء حيث يمكنك السباحة في الوقت نفسه تنظر إلى شكل قاطرات البخار والديزل الأسطورية في الماضي تم العثور على مكبرة القطارات من قبيل الصدفة عام 1985 وعلى خلاف أماكن الدفن الأخرى لمعدات السيكيك الحديدية القديمة تحتوي هذه المكبرة على معرضين فقط في الأسفل قاطرة ناترة تم تصميمها في منتصف القرن التاسع عشر ولم تنجو أي أوامر رسمية بإغراق هذه القطارات البخارية لكن وفقا لأحد الإصدارات تم دفع معدات ثقيلة في البحر أثناء العاصفة عندما تم نقلها على قوارب عبر المحيط الأطلسي على الرغم من أن القطرة كانت تحت الماء لأكثر من 160 عاما فإنه تم الحفاظ عليها بشكل جيد وعلى الرغم من أنها مغطاة بالشعاب المرجانية فإنه يجرى حاليا تطوير مشروع لاستعدتها مرة أخرى 6- المسيح من الهاوية وهنا اكتشاف آخر مثير للاهتمام تم العثور عليه تحت مياه البحر تمثال ليسوع المسيح يدعى المسيح من الهاوية يقع هذا التمثال في قاع البحر في خليج سان فروتوزو في مياه الريفيرا الإيطالية هذا التمثال الذي يبلغ ارتفاعه حوالي مترين ونصف تم تركيبه على عمك 17 مترا عام 1954 تنسب فكرة إنشاء مثل هذا التمثال إلى غواص إيطالي يدعى ديولو ماركانتي والذي أراد بهذا التمثال الجميل وغير العادي تخليد ذكرى غواص آخر يدعى داريو كوانزتي ونتيجة لذلك نصب النحات غيدو غالتي تمثال المسيح وهو يسوع المسيح متوجه لأعلى إلى سطح البحر والسماء وأيضا يداه مرفوعتان متوجهة إلى السطح على الرغم من أن تمثال المسيح في الهاوية يعتبر مهجورا جزئيا فإنه يحظى بشعبية كبيرة بين السياح والغواصين وهذا يرجع لحد كبير إلى الشفافية الممتازة للمياه في خليج سان فروتوزو مما لا شك فيه أن هذا شيء غير عادي للغاية لا يمكن العثور عليه إلا في قاع البحر ومع ذلك لا يمكن أن نطلق عليه فريدا من نوعه لأنه توجد نسختان من هذا التمثال في العالم الأول يوجد في ساحة مدينة سانت جورج في غرنادا والثاني يقع في مياه مدينة كايلاركو في فلوريدا في يونيا عام 2011 تمكن الفريق السوادي أوتين إكس الذي يعمل في الغوص في قاع المحيطات من العثور على جسم غريب جدا في قاع بحر البلطيق في البداية اقترح الباحثون أن الجسم سفينة غارقة أو تكوين طبيعي لكن تبين أن كل شيء كان أكثر تشويقا وتعقيدا تم العثور على كائن مجهول المصطر في قاع بحر البلطيق والذي أطلق عليه شذوذا في بحر البلطيق لقد أثبت العلماء أن الشذوذا ظهر هنا منذ حوالي 14 ألف عام هذا الجسم الغريب له شكل دائري ويبدو أنه تم إنشاؤه بوسطة أشخاص من حيث الشكل فهذا الجسم مشابه جدا لاستفينة الفضائية مليونيوم فالكون من حرب النجوم والتي كان يقودها هانس سولو كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن شريطا بطول 300 متر يمتد من هذا الجسم غير العادي على طول قاع البحر يعتقد العلماء أن الجسم يجب أن يكون معبدا قديما وأن الشريط ليس أكثر من طرق تؤدي إليه النظرية جيدة لكنها تختلف عن التأريخ لأنه قبل 14 ألف عام لم تكن هناك معابد ويعتقد المنظرون أن كل شيء أبسط أن الجسم الموجود في قاع بحر البلطيق عبارة عن جسم طائر مجهول لكنه تحطم ووقي الشريط الذي يمتد خلفه بعد اصطدامه بالقاع ثمانية سفينة تجارية رومانية مع قطع أثرية في بداية القرن العشرين اكتشف فريق من علماء الأثار سفينة رومانية غارقة بالقرب من جزيرة أنتكيثيرا التي تقع على حافة بحر إيجا بعد دراسة الحطام والعثور على قطع أثرية توصل إلى أن السفينة غارقت منذ حوالى ألفين سنة احتفظت السفينة بكنز ضخم والذي يحتوي على العديد من القطع الفنية والتمثيل البرونزية والرخامية وعناصر خزافية أنفورة التي كان اليونانيون والإغريقيون يستخدمونها وأهب شيء هو آلية أنتكيثيرا وهي قطعة أثرية لآلة ميكانيكية تبدو كأنها نوع من المظهر البدائي لأجهزة الكمبيوتر يعتقد العلماء أنه باستخدام هذه الآلية غير العادية تمكن الإغريقيون القدماء من إجراء عمليات معقدة وقاموا بقراءة حركة الأجرام السماوية ووضعوا تقويما بشكل عام تحد آلية أنتكيثيرا واحدة من أكثر القطع الأثرية إثارة للاهتمام والتي تم العثور عليها تحت الماء أما الكنز نفسه الذي تم العثور عليه على نفس السفينة التجارية الرومانية الغارقة يعد واحدا من أثمن الأشياء في التاريخ في عام 2010 تمكن هواص صائد الكنوز يدعى جاي ميسكوفيتش من العثور على اكتشاف غير عادي قبلة السواحل فلوريدا وهو عبارة عن أكثر من عشر آلاف قطعة من حجر الزمرد على عمق 21 مترا تم تقدير قيمة هذا الزمرد بملايين الدولارات بالطبع قد اعتقدت أن جاي أصبح ثريا في غنضة عين لكن الأمر ليس كذلك تم تسجيل هذا الاكتشاف في التاريخ ليس فقط باعتباره واحدا من أغلى الأشياء لكنه أيضا واحد من أكثر الأشياء فضيحة على مر العصور والأمر كله يتعلك بالإجراءات القانونية التي أعقبت اكتشاف الزمرد بعد أن علمت المحكمة باكتشاف جاي قررت منح الرجلي حيازة مؤقتة فقط من الزمرد ولهذا السبب لم يستطع جاي بيع قيرات واحد ولم يصبح ثريا لكن هناك شيء آخر مثير للاهتمام أيضا لا أحد يعرف بالضبط كيف كانت تبدو أحجار الزمرد في قاع ساحل فلوريدا بسبب غموض وسر الزمرد وبعد مرور بعض الوقت على اكتشافهم توفي جاي طواعيطا قال البعض إنه كان مديونا وادهى آخرون أنه كان غارقا في تحقيق فيدرالي والتي كان بمثابة نقطة تحول في حياته في عام 2015 قام مجموعة من الغواصين الهواب بدراسة قاع البحر قبالة الساحل مستوطنة كيساريا وقد جذب انتباههم جسم أصفر لامع ملقا على الرمال على عمق 12 مترا لقد تمكنوا من العثور على عملة معدنية لامعة في البداية اعتقدوا أنها شريحة من لعبة أطفال لكن عندما فحصوا الاكتشاف جيدا أدركوا أنه عبارة عن عملة ذهبية حقيقية وسرعا ما عثروا على خمس عملات أخرى من هذا القبيل اتصل الغواصون على الفور بمدير نادي الغوص والذي قام بدوره بالإبلاغ عن هذا الاكتشاف لهيئة الآثار ووصل ممثل الإدارة إلى مكان الحادث ومعهم أجهزة الكشف عن المعادن وفي القاع في ساحل مدينة كيساريا يتمكنوا من العثور على ألفي قطعة ذهبية أخرى والتي تتراوح قيمة الواحدة منها بين ربع دينار إلى دينار واحد توصلوا إلى أن هذه العملات المعدنية مؤرغة من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر وعلى الرغم من حقيقة أن العملات المعدنية كانت تحت الماء منذ ألف عام فإنها محفوظة تماما بعد ذلك استولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الكنز بأكمله وبعد ذلك أصبح واحدا من أكبر الكنوز في التاريخ اكتبوا لنا في التعليقات أسفل الفيديو ماذا لو تمكنت من العثور على مثل هذه العملات هل ستتصل بجهة ما أم ستتركها لنفسك ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمزيد من المقاطع شكرا للمشاهدة نراكم قريبا شكرا للمشاهدة